موسيقى موسيقى نعم سياق ديال الانتخاب ديالي في اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ده والإعاقة هو يجي في إطار الجهود المغربية من أجل الدفع بالكفاءات المغربية ضمن اللجنة المعهداتية بطبيعة الحال اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ده والإعاقة تنظم في إطار المدى 34 من انتفاقية حقوق الأشخاص ده والإعاقة واللي كتشترط أن الناس اللي ترشحوا لهذه اللجنة توفر فيهم الكفاءة والأخلاق وتمتيلية ديال الأشخاص ده والإعاقة من حيث النوع ومن حيث التمتيلية الجغرافية والتمتيلية ديال التنوع في مجال الإعاقة فبصفتي أم ديال شابة توحدية وبالمسار ديالي النضالي في إطار تحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة لأنني أنا نائبة رئيس فيه وكذلك تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة توحد في المغرب المغرب وضعت تيقى دياله فيه وكذلك لأنني عندي حاصلة على شهادات عليا في القانون والعلوم السياسية فكان لي شرف أن قدم ده ترشيحي لدى هذه اللجنة في الحقيقة الانتخاب جاء في ظل ظروف استثنائية وصعبة نسبيا لصعبها أولاً الظروف الجائحة بحيث كان صعب جداً القيام بالحملة الانتخابية كما هو متعارف عليه وبشكل تقليدي فأنا ما انتقلش إلى نيويورك كما هو متعارف عليه يعني للتعرف على الدول التي ستصوت وتقديم البرنامج ديالي لكن يعني الديبلوماسيا المغربية كانت عندها واحد يعني الاستباقية واحد الخطوة استباقية واستعملت وسائل التواصل الاجتماعي وما يسمى الديجيتال وكان شبكة ديال الديبلوماسيا كلها تحركت لدعم ترشيح ديالي وترشيح ديال بقية الزملاء اللي تم انتخابهم في الجان المعادة الأخرى الواقع أنه الأشخاص دوي الإعاقة والأسر ديالهم كيعيشوا ظروف استثنائية وظروف صعبة جدا بالطبع يمكننا نقوله بأنه المشكلة الأكبر هو المشكل ديال الولوج للحق في التعليم كما كان عرفوا أن الحق في التعليم هو من الحقوق التمكينية واللي هي البوابة ديال بقية الحقوق فكلاحظوا بأنه 1% فقط من الأشخاص دوي الإعاقة هما لكيوصلوا للتعليم العالي وهذا الرقم هذا رقم يعني يتير مجموعة من الأسئلة على الحواجز البيئية لكيعيشوها الأشخاص ويمكن لي نقول بأنه الحواجز البيئية لكيعيشوها الأشخاص دوي الإعاقة فيما يتعلق مثلا بالتعليم ما هيش فقط حواجز مرتبطة بالجانب القانوني أو الجانب السياسي فقط لأن الجانب القانوني والسياسي الآن يعني قطعنا فيه أشواط متقدمة سواء من ناحية ديال أنه عندنا سياسة عمومية مندمجة عندنا برنامج وطني أو برنامج حكومي لمخطط عمل حكومي للنهوض بحقوق الأشخاص في ديالة إعاقة المشكل كيبقى في الثقافة المدرسية أيضا في التمثلات والرؤى السلبية وهذا الثقافة كتأخذ وقت طويل لتغييرها لذلك من الأمور المهمة جدا أننا ندير واحد برنامج عمل وطني لإذكاء الوعي حول الإعاقة مازال للأسف رغم التقدم الحاصل الناس كيشوفوا في الأشخاص دوي الإعاقة أنهم ناس إما مرض أو أنهم ناس عاجزين عن التعلم بمجرد ما كيكون عندك اختلاف في طريقة التواصل أو في طريقة التعلم كيكون الإنسان أسم أو الإنسان كفيف أو الإنسان دوي عاقة فكرية يعني هذا كيتطلب واحد تدابير واحد ترتيبات هذه التدابير والترتيبات يعني العديد من المسؤولين ميدانيا كيعتبروا بأنها ماشي ضرورية والواقع أنها في الحقيقة هي جزء من عملية تكافؤ الفرص يعني هذا التحدي الأكبر التحدي الثاني الأكبر ولي في نظري أنا مهم جدا وهو التحدي ديال التمكين الاقتصادي وهذا التحدي ديال التمكين الاقتصادي بان بشكل صارخ أثناء الجائحة ديالكوفيد اللي بين عشية وضحاها لقنا نفسنا كنا عايشين في عالم وصرنا في عالم آخر وأقفلت الأبواب أقفلت أبواب المنازل للأشخاص والإعاقة وهنا لقنا بأنه كان واحد الإغفال مهم جدا لما يسمى بالبيئة المنزلية يعني الجهود الدارت على مستوى القوانين على مستوى المؤسسات على مستوى المراكز الخاصة على مستوى المدارس ولكن نسينا بأن الشخص في وضاية إعاقة ما يكفيش أنا ننقري وهو ندوي وه خلص نقري وهو ندوي وه ولكن في نفس الوقت خلصه بحال و بحال الناس كاملين الفضاءات ديال العيش اللي كيكون فيها سواء الشارع سواء البيت سواء المرافق الأخرى حتى هي خلصة تكون معدة ومهيئة ويعني فيها ما يكفي من التجهيزات ومن التدابير باش نقدروا نضمنوا له الاستقلالية ديالو لاحظنا كذلك أن مجموعة من الأسر ما كتتوفرش على الحد الأدنى من تجهيزات لخاص شخص اللي عنده مثلا توحد مثلا طفل عنده توحد وما كيتكلمش يخص يكون عنده دفتر التواصل يخص يكون عنده جداوية البصرية يخص يكون عنده مجموعة من الأمور نعطي أهمية الجداوية البصرية يعني باش ندلل لها هو أنه مثلا في الحجر الصحي كان من المفروض أن جميع الأشخاص ما يخرجوش ما يمشيوش الأماكن العمومية ما يختلطوش بالناس كيفاش ممكن نوصل واحد شخص عنده إعاقة فكرية أو عنده توحده ما كيتواصلش نوصل له الفكرة أن البرنامج ديالو اليومي اختالف وما بقاش غدي يخرج ما بقاش غدي أخصني واحد الآدات هذه الآدات كنسميها الجدول البصري أو البلانين فيزيويل لقينا بأنه الأغلبية الصحقة للأسر ما عندهاش ترتيبات وتجهيزات كافية باش تدير البلانين فيزيويل الجدول البصرية الويداتها يعني في إطار الجائحة فعلا كانوا بين الأشخاص اللي عانوا بالساف يعني واللي الأكتر يعني هشاشف هذه الجائحة الأشخاص المكفوفين والأشخاص المكفوفين كانوا يعني لأنهم كي يعتمدوا على المساعدة الشخصية وعلى اللمس وبالتالي ما كانت تشي تدابير يعني مناسبة ومواكبة للأشخاص دوي الإعاقة البصرية ولحظنا يعني في نقاشنا مع الإخوان والأخوات في الحركة الحقوقية دي الإعاقة البصرية بأنه كانت إصابات عديدة بكورونا لأنه يعني كان هذا المشكل كنظن بأنه الجائحة كورونا جات باش تذكرنا بالأولويات وبضرورة تفريد تفريد البرامج والتفريد يعني الطرق التدخل باش ما نبقوش مزيان نديرو المنهجية العراضانية لأن جميع الإعاقات كيلتاقوا في المشاكل الكبرى ولكن مني كان بغيرو نحدثو الأطرح لحياة الأفراد مني كان بغيرو نديرو التغيير الإيجابي في حياة الأفراد ونوصلوهم أنهم يوصلوا للحقوق ديالهم لابد من التفريد لابد من الانتباه إلى خصوصيات كل الإعاقة وهذا المشكل كان ما كانش خيف الإعاقة البصرية مثلا الحملات الإعلامية الحملات الإعلامية ديال الوقاية ديال التحسيس يعني تكلمنا على هذا الأمر بثاف ديال المرات بأنه كان فيها مشكل ديال لغة الإشارة اللي ما كانش متوفرة ما كانش لغة الإشارة وكذلك ما كانش الأدوات والوسائل بالنسبة لي عندهم الإعاقة الفكرية ما يسمى ما نسميه يعني عادة باللغة المبسطة أو يعني اللغة يعني يعني الواضحة اللي ممكن أي شخص يمكن له يستوعبه صحيح أن هذه المشاكل كلها مازالا متروحة كنظن بأن صاحب الجلالة نصره الله تكلم على واحد مسألة مهمة وعطى واحد توجيهات مهمة بالنسبة للحماية الاجتماعية تعميم نظم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين سواء كانوا كيشتغلوا أو ما كانوش كيشتغلوا 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 أن الحماية الاجتماعية كتقوم على جوج ديال المنهجيات منهجيات المساعدة ومنهجيات المشاركة فاللي يختام سواء في القطع الخاص أو في القطع العام كي يساهم من خيارات ديالو واللي ما خدامش كنديرو ما يسمى بالمساعدة الاجتماعية الآن يعني الجائحة ديالكورونا بينات بأنه سواء كانوا الأشخاص ديالو الإعاقة والأسر ديالهم كيشتغلوا أو ما كيشتغلوش فنظام الحماية الاجتماعية سيأخذ بعين الاعتبار الكلفة الإضافية ديال الإعاقة هذي الكلفة الإضافية ديال الإعاقة هي تفقر الأسر فولو يكون عندك يعني مدخول مادي إلا كنتي غدي المصاريف ديالك أكتر من مصاريف ديال الأسرة في نفس المستوى ولكن ما عنداش إعاقة فهذا يعني بأن الإعاقة يعني كنسمي إفقار وهذا كلعب المادي واضح جدا أنا بغيت نذكر فقط بأنه التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضية الإعاقة سنة 2014 درواح الدراسة حول تأثير يعني كلفة الإعاقة على الأشخاص ديالو الإعاقة والأسر ديالهم في غياب يعني سياسات عمومية كتأخذ يعني مدمجة للإعاقة في الميزانيات العمومية في هذا الصدد سنعطيج الأرقام الرقم الأول هو أن غياب التدابير ديال الدعم المالية لكلفة الإعاقة كتخلي الشخص فضية إعاقة كيخسر 19 سنة من معدل جودة الحياة وغياب هذ التدابير كتخلي الشخص اللي هو من أسرة الشخص يعني الوالدين ديال شخص فضية إعاقة كيخسروا 17 سنة من معدل جودة الحياة إذن بغض النظر وش عندك إمكانيات ولا ما عندكش في نهاية المطاف العبق المادي والنفسي ديال الإعاقة يعني يرهق الصحة والمال والجهد ديال الأشخاص المانين والأسر دياله يعني الحق في الشغل هو من الحقوق الأساسية بطبيعة الحال لأنه هو تتويج المسار ديال تعليمي ديال الشخص وفي نفس الوقت هو يعني البوابة ديال المشاركة الاقتصادية ديال الشخص الآن يعني هناك اعتراف بالحق في الشغل لكن هناك عقبات عديدة أنا نظر بكل صراحة أن من أهم هذه العقبات هو أن خصنا اشتغال على مسؤولي المواريد البشرية في القطاعات الحكومية لأن ينظرون إلى إعاقة لحد الآن يغيرون النظرة ديالهم ينظرون إلى إعاقة على أساس أنها يعني عبء وليست إضافة وليست غنى للمؤسسة هذا من جهة من جهة أخرى يعني النسبة ديال 7% عندنا مشكل فيها لأنه القانون إطار 97-13 اللي حد الآن ما صدرتش النصوص التنظيمية دياله وبالتالي احنا نشتغل بال القانون ديال الرعاية الاجتماعية لحد الآن لتجاوز هذا المشكل قامت الحكومة بإعداد واحد اللجنة خاصة بتشغيل الأشخاص دول الإعاقة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة واللي هاد اللجنة يعني قامت بعمل جيد من خلال إعداد المباراة الموحدة للأشخاص دول الإعاقة واللي استفدوا منها 200 شخص سنة الماضية ومن بينهم شخص عنده التوحد إنما أخصنا نعرف بأنه هاد اللجنة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة بأن هاد المناصب المالية مخوضة من رئاسة الحكومة وليس من الميزانية العامة يعني وبالتالي هذا يجعلها أنها هشة وضعيتها هشة ممكن تبدل الحكومة ويجي رئيس حكومة آخر ويقدر يكون عنده رأي آخر في هذا الموضوع إذن إحنا بغينا التوطين دي السبعة في المياه بالقانون بالنصوص التنظيمية وليس بإجراءات مسترية هذا من جهة من جهة أخرى الآن هذوك الشباب والشابات اللي يدخلوا الإدارة العمومية ويشتغلوا فيها دبس هنا خصنا نطرحوا السؤال شنو هي التدابير اللي ادارت لتيسير النجاح ديالهم في العمل ديالهم لترتيبة التيسيرية واش ادارت لهم ترتيبة التيسيرية مثلا بنسبة المكفوفين بنسبة الصم بنسبة الدوي التوحد واش درهم الترتيبة التيسيرية او ما يسمى بملاءمة فضاءات العمل للأشخاص دوي الإعاقة هذو أسئلة اللي خصنا نطرحوها لأنها هي اللي غال يتخلينا أننا نطور هذه التجربة ونرصخوها ونرصدوها باش نقدرو أننا ما تبقاش يعني مقتصر على 200 شخص فقط خطاب الأمل أنا غالي نعطيكم وزارة التضامن ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة غلي وقعوا اتفاقية تولاتية اتفاقية شركة تولاتية تحت رعاية سيد رئيس الحكومة من أجل تفعيل البرنامج الوطني التربية الدمج وهذا مهم جدا لأن البرنامج الوطني التربية الدمج تم اعتماده في يونيو 2019 ولكن نقص تدابير الإجرائية ونقص كذلك المساهمة للقطاعات الأخرى وخاصة وزارة الصحة من خلال الأطر الطبية وشيبة الطبية المعنية بإنجاح عملية تمدرس إذن كما قلت هذا شيء جيد أنا فقط أناشد القطاعات المعنية باش أنها تأخذ بعيد الاعتبار ضمن الميزانية المخصصة للبرنامج الوطني للتربية الدمجة الرواتب المرافقين للحياة المدرسية لا يبقوا يثقلون كهي الأسر والجمعيات